نضال من الشرفنا في بيت للكل الحقيقة أنا يعني عايزة أسأل حضرتك أيضا سؤال خاص بمعارض الكتب يعني معارض الكتاب لها أكثر من قياس قياس إقبال الناس وحبة الناس إقبال الناس على الكنز والمعرفة والثقافة وأيضا هي زخيرة جديدة لكل المكتبات العربية فكيف تراها يعني يمكن في القاهرة يعني كان منذ فترة معرض الكتاب واللي قارب أكثر من 2 مليون زاروا هذا المعرض فكيف ترى هذه المعارض وماذا تقدم أيضا للمكتب العربي ستة الكريمة أنا أقول عن هذه العبارة عن تظاهرة ثقافية تظاهرة للأمانة هي تظاهرة ثقافية ليش؟ يعني ليس فقط مكان لعرض الكتب وبيع الكتب هناك فعاليات ونشاطات مصاحبة لهذه المعارض سواء كانت العربية أو العالمية فعليا عبارة عن تظاهرة ثقافية عصرية تتلاقى فيها الإبداعات والابتكارات والعلوم والمعارف ولحسن الحظ عندما كنت مديرا لمكتبة جامعة البلقاء التطبيقية بأني زرت معرض الكتاب في القاهرة وفي الدول العربية الأخرى أكثر من المرة نلاحظ بأننا نقوم بعملية تغذية لاحظة يجب أن نغذي مكتباتنا بكافة أنواعها بالفكر الجديد وبالعلم الجديد وبالروايات الجديدة وبدواوين الشعر الجديدة فمن خلال المعارض بتم عملية تلاقح وتزاوج الأفكار ويولد معرفة جديدة فأطلع على سبيل المثال على فكر علماء المكتبات في مصر هم بطلعوا على فكر علماء المكتبات في الأردن بطلع على آخر الأبحاث وآخر الدراسات وآخر المستجدات فهذا يساهم في عملية نشر الوعي الثقافي في عملية تطوير العلم بشكل عام لأنه من خلال هذه المصادر الموجودة في المعارض سواء كانت ثقافية سواء كانت عبارة عن كتب لها علاقة بالمناهج الدراسية أو إلى علاقة بالمناهج التي تدرس في الجامعات فكثير من الكتب على سبيل المثال يتم اعتمادها من قبل أعضاء الهيئة التدريسية ليس فقط الأردنيين يعتمدوا كتبهم على سبيل المثال يمكننا اعتمد كتب زملائنا أعضاء الهيئة التدريسية قد نفتقر على سبيل المثال في دولة ما لتدريس مساق ما قد لا تكون الكتب كافية لتدريس هذا المساق فأنا ممكن على سبيل المثال من خلال معارض الكتب أطلع على ما استجد حديثاً في مجال اهتمامي في مجال اختصاصي في مجال تدريسي في مجال بحثي صحيح يعني دكتور نضال يمكن بحلقات سابقة تحدثنا عن الثقافة العربية وكيف تجمع الدول هذه الثقافة ولكن أوقات كثير تختلف الإبداعات ومن خلال المعارض يمكن اللي بتصير في هذه الدول بيتشاركوا كل الأطراف هذه الإبداعات وأيضاً التجارب يعني اللي ممكن تجربها دولة وتنجح فبتخذها الدولة أخرى أكيد لا تقدر إنها تعيد التجربة طبعاً حضرتك قادم من الأردن وضيف اليوم ببيت للكل خلنا نعرف يمكن أكثر دور الأردن في دعم المكتبات في دعم الشباب الأردني بشكل عام حتى يظل الشباب يعني يلتفت للكتاب ويظل الكتاب جزء من حياته للثقافة والعلم والقراءة أشكرك على هذا السؤال إذا أردنا أن يكون لدينا مجتمع قارئ فيجب أن نبتدئ من اللبينات الأولى في المجتمع ألا وهو الأطفال والنشئ كي نجعل هذه العادة عادة القراءة موجودة لدى المجتمع لابد أن نبتدئ من حيث اللبينات الأولى في المجتمع فإذا أردنا أن نتكلم عن دور حكومة المملكة الأردني الهاشمية ممثلة بكافة المؤسسات فلنأخذ مثال على سبيل المثال وزارة الثقافة وزارة الثقافة هي تساهم في عملية نشر الوعي الثقافي من خلال على سبيل المثال للحصر مكتبة الأسرة عندما تقوم بطباعة الكتب وتقوم بعملية تسويق هذه الكتب بمبالغ رمزية يعني الكتاب لما يكون ثمنه ربع دينار وهذه الكتب ليس فقط للكبار فهناك تركيز بشكل كبير على الكتب التي مخصصة للأطفال التي مكتوبة بطريقة بسيطة مكتوبة بطريقة جذابة ألوانها جذابة وأيضا مصورة هناك على سبيل المثال كتابة وصورة فهذا النقطة الأولى النقطة الثانية نحكي أيضا بما إننا نحكي عن نشر الثقافة من خلال المسارح من خلال معهد الموسيقى من خلال الأمسيات التي تقوم بها كافة المؤسسات الثقافية في الأردن فإشهار الكتب في المكتبة الوطنية على سبيل المثال إشهار دواوين الشعر أيضا الأمسيات الشعرية التي تتم في المكتبة الوطنية في المركز الثقافي الملكي ما تقوم به مدريات الثقافة يعني مع الوزيرة حكت سابقا بأن كل مدير ثقافة هو عبارة عن وزير ثقافة في محافظته أيضا خلينا نحكي الآن عن المنتديات الثقافية إذا أخذنا وزارة التعليم العالي أيضا هناك تشجيع هناك عمادة شؤون الطلبة فمن خلال النشاطات التي تقوم فيها الجامعة من خلال تشجيع الجامعة لأعضاء الهيئة التدريسية في عملية التأليم فهذه المؤسسات أيضا وزارة الشباب فهذه المؤسسات تعنى بعملية نشر الوعي الثقافي من خلال البرامج المختلفة أيضا ما تقوم به مكتبات الجامعات ما تقوم به مكتبات المدارس أيضا المسابقات لمشاركة أبنائنا الطلبة في العديد من المشاريع التي تتم على مستوى الوطن العربي مسابقة التحدي القراءة على سبيل المثال ترجمة نانسي قنقر